قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورنك في مقابلة مع الشرق أن بلاده لديها نظام حوافز متوفر للمستثمرين العالميين مشير إلى أن أكبر مصنعي السيارات في أوروبا تنتج في تركيا بالطبع يمكننا أن نرى أن تركيا اكتسبت زخما جادا خاصة مع حركة الانتاج في الوقت الحالي تركيا دولة يمكنها تصدير 230 مليار دولار وعندما ننظر إلى تجارتنا الخارجية نرى أن جزءا كبيرا من هذا العجز يأتي من واردات الطاقة تركيا دولة تستورد 50 مليار دولار من الطاقة والنفط ومشتقاته ولذلك ركزنا أكثر على إنتاج منتجات عالية التقنية نستوردها من الخارج من خلال برنامج الحملة الصناعية الذي يركز على تكنولوجيا ومع الزخم الذي حققناه هنا نرى أنه يمكننا بالفعل تغطية عجز التجارة الخارجية تركيا الآن قادرة على تطوير وإنتاج وتصدير العديد من المنتجات التي لم تكن قادرة على إنتاجها من قبل يقدم برنامجنا الصناعي المحلي مساهمة كبيرة في تطوير صناعتنا ونعتقد أنه يمكننا خفض عجز التجارة الخارجية هنا بالطبع تركيا لديها إمكانات كبيرة خاصة في الأعمال القائمة على التكنولوجيا بالإضافة إلى صناعة الألعاب لذلك تستمر الدول في الاستثمار بتركيا التي تعتبر سوقا كبيرا يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة عندما ننظر إلى نظام الحوافز في تركيا يمكننا أن نرى أنه يوفر حوافز جادة للغاية خاصة للمستثمرين العالميين في الوقت الحالي ينتج أكبر مصنعي السيارات في أوروبا في تركيا كما تعد تركيا مصنع السلع البيضاء رقم واحد في أوروبا تمكنت تركيا في العام الماضي من تصدير ما يقرب من 20 مليار دولار من الآلات والتي نسميها التكنولوجيا العالية لذلك بصفتي وزير الصناعة والتكنولوجيا يمكنني القول أنه لا يوجد بلد استثمر في تركيا لفترة طويلة وخسر حيث أن تركيا هي واحدة من أهم الدول الموثوقة للاستثمار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي قال أيضا أن العلاقة الاستثمارية بين تركيا والإمارات من خلال اتفاقيات الموقعة تهدف إلى تعزيز عمل الدولتين سويا في قطاعات مختلفة لسيما قطاع التكنولوجيا الحيوية وتقنيات المتقدمة وقعنا مجموعة اتفاقيات تعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات نحن نرى ونؤمن أن تركيا والإمارات دولتين تكمل بعضهما البعض وفي هذا الإطار وقعنا على خريطة طريق تحدد شكل علاقاتنا مع الإمارات في الفترة القادمة في الخطوة الأولى أعلنت الإمارات تأسيس صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا رأينا أن الإماراتيين هنا يهتمون بشكل خاص بالأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا مثل تركيا حيث طلقت الشركات الناشئة في تركيا بالعام الماضي استثمارات أجنبية بقيمة 1.8 مليارات دولار تريد الدولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات الكبيرة في المستقبل وفي هذا السياق وقعنا على اتفاقية للعمل معا وإجراء الاستثمارات في قطاعات مختلفة ليس فقط في التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة ولكن أيضا في مجالات مختلفة من الصناع إلى التكنولوجيا الحيوية وسننفذ كل ذلك في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر